مجهول بحبها يريد دائما وصالها يبحث في التفاصيل القديمة لمدينة كانت ولا تزال إحدى دور العراق هذا الحب دفع زكريا المولى ابن الموصل لإنشاء صالة عرض جمع فيها تحفا مميزة توثق فترات مختلفة من تاريخ الموصل القديم والحديث نحن ما بس مهتمين بالنحاسيات مهتمين بالزجاج مهتمين بالخشب مهتمين بالأزياء الأزياء الفلكلورية الموصلية مهتمين بالبقج المفارش هذه الأشياء نحن كلنا نهتم بها لأن هذا تاريخ مدينتنا فلازم نحافظ علينا بدأ زكريا العمل في مجال جمع التحف عام 2018 وما لبث أن تحول إلى مقصد للطلاب والباحثين في التراث أكو منهم عندهم دراسات عندهم بحوث يجون طلبة يجون يقول لي أش كانوا فلان شي يستخدمون أيام زمان تعف قبل كان ماكو غاز كانوا يستخدمون الحطب كوسيلة تدفئة كانوا يعملون أيام زمان التنوغ يعني كثير أمور سابقا كانت ما موجودة فكانوا يصنعوها بمدينة الموصل لم يكتفي زكريا بعمله في الصالة لتعريف الزبائن والمهتمين بالتحف الموجودة لديه بل جاء إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر صور المقتنيات التي جذبت بشكل كبير المغتربين عن العراق نحن من خلال برامج التواصل الاجتماعي الفيسبوك والأنستا وجميع المواقع التواصل الاجتماعي دائما نحث أهلنا أن يحافظون على هذا الموروث التاريخي ونفرح من يجون يزورون أهلنا بالموصل وأهلنا من جميع المحافظات العراقية ويبقى حلم زكريا أن يوسع صالته في الموصل لتتحول إلى صالون ثقافي الهدف الذي يعمل لأجله للتعريف بثقافة وتراث بلد يزخر بالحضارات